في إطار الزيارة العمل التي يقوم بها حاليا إلى المغرب تبحث الأمين العام لمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ اليوم الاثنين بالرباط مع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث حزمة من القضايا يذكر في مقدمتها السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تفقنا على أن نكتفى التعاون المجهود في الإطار الوطني بطبيعة الحال في هذه السياسة الإرادية للمملكة المغربية وفق تعليمات الملكية السامية وأيضا على مستوى الجهوي وخاصتنا على مستوى البحر الأبيض المتوسط وقد عبر السيد المدير العام بطبيعة الحال عن التياحه وبطبيعة الحال بالمسبة لهذه السياسة الجديدة وكان السيد ويليام لاسي سوينغ قد التقى في وقت سابق من اليوم مع عدد من المسؤولين المغرب من بينهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والوزير المنتدى بلد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بركة بعيدة وهو اللقاء الذي هنأ عقبه ويليام سوينغ المغرب على سياسته الجديدة في مجال الهجرة موسيقى موسيقى